نرجع لي أستاذ بلال وأيضاً الكلام برضو عن أمير توفيق أمير توفيق أمامه مهمة شاكة للتجديد لرباعي الفريق تفاصيل إيه؟ يمكن فيه ملف يعني موقود داخل النادي القالي التجديد للأكثر من اللاعب مش للرباعي بس يعني فيه لعبات ثانية لكن الأبرز بالنسبة لي ياسر إبراهيم رمى ربيع حسيني الشحات وآآآ أين أشرف ومحمد هن يمكن الكلام كله أن فيه أزمة كبيرة جداً أو مش أزمة نقدر نقول فيه المطالب المالية بالنسبة للنادي القالي أو سقف اللي حطوا النادي القالي بالنسبة للعيبة للعيبة دي خاصة الحسيني الشحات مش متناسب يمكن فيه تبعات فجات النظر خلال الفترة الجاية يتم منقشة عقد تعديل عقد أو تجديد عقد حسيني الشحات يمكن الشحات بيتقاضى مبلغ محدد من يعني أكثر حاجة تقاضى في عدد نديم كان ستة مليون والأهلي كان يعني في العادة الجديدة عرض عليه التجديد مجابل ستة مليون ونصف أو سبعة مليون هو طالب اللي هو العادة يوصل لتسعة مليون ويمكن هو دي نقطة الخلاف ما بين الأهلي وما بين اللعب الشحات شايف اللي هو يستحق اللي هو يبقى في الفئة الأولى في الفريق نظرا لهميته خاصة كمان إن فيه لعيبة كتيرة جدا أو لعيبة جات بعضه في النادي بتاخد أعلى منه زي قهرباء اللي بيوصل لـ 11 مليون فهو شايف اللي هو يستحق الوصول للفئة الأولى داخل الفريق وكمان مرسل كولر متمسك باللعب شكلي بي جدا خاصة في ظل تقلق الشحات خلال المرحلة الماضية ياسر إبراهيم ما تكلمش كتير جدا في عملية الفلوس مرحب شكلي كبير في التجديد التعاقد خاصة كمان إن ياسر بيحظى بسكة الجهاز الفني وبيقدم شكلك رجولي بشكل مميز خلال الفترة الماضية ياسر من أكتر لعيبة الملتزمة داخل النادي الأهلي لعيب راجل ما بتسمع له مشاكل ما فيه هو راجل مركز في لعبه لكن هو يبقى بس فكرة الإعلان أو تجديد التعاقد يبقى المشكلة عنده بقى أيمن أشرف أيمن أشرف في مرسل كولر يعني طالب اللي هو استبعاده خارج حساباته خالص تماما يمكن كمان هو دخل في مفاوضات مع البنك الأهلي خلال شهر الناير اللي فات عشان خاطر الانتقال للبنك الأهلي لكن المقابل المادي هو اللي عطل الانتقال بتاع البنك الأهلي لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي بترى أن وجود أيمن أشرف ضروري جدا عشان خاطر الدور القيادي داخل قط اللبسي وشايف أن أيمن أشرف وجوده مهم جدا مع الفريق في الوقت الحالي عشان خاطر الرجل بيتمايز بسماية قيادية كتير جدا لكن كولر مش مرحب بفكرة بقاء اللعب ولجنة التخطيط هي المصرعة على بقاء اللعب وشايف أن أيمن ممكن يوافق على البقاء بشرط اللي هو يبقى عامل في حسابه اللي هو خارج حسابات كولر تماما هي دين قطة الخلاف ما بين لجنة التخطيط وكولر كولر مش عايز اللعب لكن قطة التخطيط عايز اللعب عشان خاطر شايفا اللي هو وجوده مهم عشان خاطر قط اللبسه والدور القيادي خلال المرحلة المقبلة لكن الأقرب بالنسبة لأيمن أشرف هو الرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة النقالات الصيفية المقبلة محمود متولي ورمي ربيعة قد نرى استمرار السنائي خاصة في زل حاجة كولر لهم والاتنين قدوا شكله مهاز جدا ممكن تكون متولي مر بفترة من تذابسه في كاس العامل الأندية لكن كولر شايف اللي هو العيب مفيد بالنسبة لي بالإضافة طبعا لمحمد هاني اللي أصبح لا غنى عنه ولا في النادي الأهلي واللي هو كمان بيقدم أوراق اعتماده من جديد وشهادة ميلاد جديدة بالنسبة لمحمد هاني داخل النادي الأهلي أكثر العيب سابت في المستوى خلال المرحلة المادية ملتزم شكل كبير جدا مع كولر بينفس التعليمات المطلوبة منه شكل كبير هاني زي ما تم انتقاده بفترة كبيرة جدا من جمهير النادي الأهلي وشهادة النادي الأهلي وبعض المسؤولين داخل النادي الأهلي كمان لكن هاني رد على قول المنتقدين داخل الملعب وبقى أحد اللاعبين الأساسيين داخل تشكيل السويسرا ومارس الكم